الأزمة بين تركيا والدب الروسي تتجه نحو مزيد من التصعيد في ظل لغة التهديد والوعيد بين الطرفين وفي آخر فصول هذا الصراع الذي تحاول الأطراف الدولية احتوائه سياسيا قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو أن بلاده ستفرض عقوبات على روسيا إذا اقتضت الضرورة ذلك ويرى المتحدث أن أنقرة لا تزال مستعدة لإجراء محادثات مع موسكو وفي كلمة له أمام نواب البرلمان قال داود أغلو أن مسؤولين إيرانيين يدلون بتصريحات تسيء لبلادها وأن أنقرة مستعدة لاتخاذ إجراءاتها بهذا الشأن رئيس الوزراء التركي من جهته يجدد التأكيد على أن بلاده أرادت المساهمة مع العرب والأكراد والتركمان في منطقة جنوب الموصل في التصدي لتنظيم داعش ويؤكد أن تركيا ليست لديها أي أطماع في أراضي الغير في إشارة منه للأزمة مع العراق بعد نشر أنقرة قوات قرب الموصل وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو قد دعا الجانب الروسي إلى ضبط النفس وإعادة النظر في تلك الإجراءات التي تؤثر على مصالح الدولتين معتبرا أن رفع تلك الإجراءات في أقرب وقت سيكون مفيدا للطرفين